وانعمل طريقة القطيب بطريقة سهلة جدا وبسيطة مفيش ابسط من كده وشايفيني الجمال طريقة وحلوة وكمان انضف بكتير من جبها من بره حاجة عاملينها على قطينا يلا بينا نقول المقدير اول حاجة هنا معي كوباية دقيق تعملوا بقى كوباية كوبايتين يعني حسب ايه الكمية اللي تعملوها كده انا حطيت كوباية دقيق عليها معلقة خميرة ومعلقة سكر ورشة فلانيا زغيرة وبس كده المية بقى كوباية الدقيق عليها كوباية مية يعني لو عملنا كوبايتين دقيق نحطوا كوبايتين مية 3 كوباية دي نحطي 3 كوباية مية رشة مرحة زغيرة ونقلب بقى كده كويس كويس قوي لازم نقلب العجين كويس عشان ما يبقى شفيك وتل عايزين تضربوا كل المكونات دي في الخلاط برضو مفيش مشكلة كده خلاص هي العجينة الزبطت معي احنا بش بنسيبها تخمر يعني بنشتغل منها على طول فتوصة بقى كده فاجي على النور ونحط كده ايه يعني كده حطيه زيت كتير حاولنا نفط دي كده حطيه زيت كتير نقل اليه دوك بس ايه نمسح كده بالفرشة بس انا كده عامل ديت بمقاس واحد يعني اي حاجة تكون مقاس واحدة عشان تطلع كل القطاية بشكلها حل انا عملت كده بالمورفة بتاعت الاكل اللي هي زغيرة هي ممكن اول واحدة وتاني واحدة يعني ما يزبطوش عادي يكملوا برضو هتزبط معينا ده الطبيعي يعني انا مردش اشيلها اا قلت ان انا ايه اولها لكو عشان لو لقتوها كده متيلقوش هو بس اول اتنين بس بيطلعوا ايه ان هما مش مثبتين اا بنمسح الصينية تاني عشان بنقموا لسه حطين الزيت فنمسح كده الصينية تاني ونرجع ايه اا نكمل واوفر بكتير والله يعني مشاولله كوبية اني طلعت لنا ايه شوية كويسين هي اول ما تستويها نعرف نحركها عادي بقى برحتنا ونشلها كده طول ما هي لسه مستويتش ما نجيش جنبها ولا دي ولا دي الاتنين بوزق شايفين بقى كده ايه الزبط هو معي يعني كده دي لسه ايه لسه هي بيضو من فوق لسه طريق لما تعمل كده في قفيع بتبقى خلاص دي كده استويب نعرف ان احنا نشلها شايفين مشاولله جميلة جدا وحطوا فلينيا بتبقى رحيتها حلوة قوي اصلا الحشو بقى زعيت زي ما تحبوا انا هحط سوداني وزبيب وكمان سكر ورشة قرفة بقى دي بقى يعني بتبقى جمده قوي بالقرفة بصراحة لو انتو حابين حطوا قرفة يعني مش حابين عادي بسي بتبقى جميلة بالقرفة واحطيت جزهنت انا مقولش تعريبا جزهنت كده خلاص اهو مش هحط برضو ايه زيت كتير يعني كده ايه حابة لاني لطايف اه بتشرف زيت كتير قوي وحطوا زيت كتير يعني حمارة ايه خلاص كده خلصت كل الجمية بجد جميلة من شاء الله جميلة جدا جربوها اتعجبكم جدا وكده بقى خلاص يا رب الفيديو يكون اعجبكم تنسوش بقى تحطوا اللايك عشان كل ما نزل الفيديو جديد يوصل لكم كمان الفيديو يوصل لعدد اكبر مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة